اوكي اوكي اهلا الاخوان حياكم الله بياكم اهلا بياكم اهلا بياكم سوري سوري قطعت عليك صديقي كتيزة تهضر عزيتك اللي تديرها لك بالعاني وتيقول لك سوري 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 كتيزة تهضر حياكم الله بياكم اسمعت بعض الناس يتشكاوا ما عجبهمش الحال لان انا اختيت المايك وخاكي الاعلى اللي فوق ما عرفناش كيفاش نديرو معاكم المغاربات يكون مثلا راه هاد الرئيس طهدت يسد مع العشرات الليل تجينتها مع الحداش بغيتها كل سردين بغيتها كمارا ما يمكنش يعني كين برنامج اختي بالقيس راه تنسمعوك يعني ايات قدريت بقاي مشاركة بالنفس ديالك ولكن خفنا غيت قولي شي زبلاو نصدقو في ابداعك وفريجات ديت اراني اعطي اربعات سواي واناش اتضصف في القولة بغاندوي بغانقول قولي اختي دب انت ضيعتي وقتك هاي فمريحة قولي اختي فرفشي مع راسك راسها ركو فريا وانا الكفار مقصروش كون غايقصر قصري اختي قولي 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 غيرت انتحك معك انتحك معك مرحبا بك اخويا معانا وكنت نسمعوك بفارق الصبر شكرا عزيزتي شكرا واحد الاخ معناره جديد ربما ما عرفش سيستيم كيفاش اخويا اريستو كون بقيت شد غيف الفلسافة كون اعطيت انا التقار اخي اريستو انا متندخل غير مرة في السمانات كين واحد البروغرام تنديره فدره مصافي يعني ماشي شي ماشي زعمة ضداء كل شي حاجة غير اخويا انا مكراج نعطي التقار كل شي ولكن بنادم تابعني هش غادي تدير كين المهابي الهدى وتابعيني انا ما نرى مكراج تقار ماشي وخده بمشي هنسلخ الحنش يطلع لي اللي لمزيانه هاو متابعيني الكفار والمواهب ديالهم والإبداع درنا منشوره صاحبي واللي بارح حجة 262 إبداع حجة 262 إبداع في المباشرة هذا باش رح لي يده من هنا الستيمان الجياء يقولوا 800 إبداع عشنوا خاص نقاط خاص نقاط خاصنا خاصنا الاخوان قنات فضائيا بقى ندوزوا في الإبداعات اللي نراه ما يمكنش بزاف انا كنت سحبني 14 كافر كين في المغريب بغى ندوز لهم الإبداع ديالهم شي 3 4 نديروا ذاو يخاوين قصروا الضحك هذي ومشوا في عالنق استقناده بحاصلين يحاصروا الوقت ومن كل جانبين وحاصلونا وهدي وما وهنا تنغوش حي تقهرت أخويا أريستوفا مجيك فانتا عاوني دبشت معي الوقت وحسب الريزهند أوكي اليوم السهراء ديالنا سيفتول العواكش ما عدنا من دير فليوم السهراء ديالنا الإخوان أول حلقة انطلاقة الشرارة شح زوينها الشرارة تتفكر كبالبريكا وفوفو فليوم انطلاق الشرارة ديال ناشات الملكي الشرارة ورشة تدشين السهراء العالمية فالمواهب الكفرية لأول مرة في تاريخ الكفر الكفري العالمي فعندنا ناس اللي غادي يعبروا على المبادئ الابداعات ديالهم المواهب ديالهم بكل أرياحية اللي عنده شي حسب مع الله غادي فينه اليوم اللي عنده شي حسب مع الصلعهم فليوم غادي تكون زاهية غادي نسمعه ولكن ما بغيت اتشي واحد هنا يقلس وهو ما متفاعلش يعني غاي قلس عم نشد بنا احنا تيدي يجيب بنا المغرب بغينا الناس تعاوننا لأنكم انتم كاملين عاونونا انتم كاملين لفد الرمادي فانتم ناس ديال تحكيم انتم ما لجنة التحكيم رمش عرب ما كامل يصعبون شي واحد وكمية البارح لليوم لعدنا لجنة التحكيم انتم هما لجنة التحكيم فانتم هما اللي غادي تقرروا شكل اللي غادي يربح لهما كيفاش غادي يكون تحكيمه الاخوان بأنكم غادي ديروا الرز هاند غا نحيدوا الرز هاند من بعد كل إبداع من بعد كل مشاركة وموهبة سنقوم بحيط الريزهند سنقول لكم أبو مار، بري بارتي سنقوم بقيد الريزهند وكين الادامين الأعزاء ما كل الادامين الذين كنت اليوم من غير ذلك الانكحوني يا الإخوان ما كل الادامين الذين كنت اليوم؟ محتاج شيء آدمين أو الجوج يحبسوا معي يحبسوا .. ناري سهربة دي عوجة محتاج جوج آدمين يحسبوا معي الريزهند لانا ما نبقاش نحسب الريزهند وندير كل شي انتمات وقوانا عسين مخدامينش فبغيت جوج ديال الادامين من بعد كله يبداع يحسبوه ويعطوني الرقم باش نسجلوه واللي غادي ياخد اكبر عدد ديال الريزهندات هو اللي غادي ياخد خمسمائة درهم اللي هي الجائزة ديال صاحب احسن ابداع الاخوان والاخوات الكريمات والاخوة الكارمين بغيتكم انكم تكونوا مزيرين بغيتكم تكونوا مزيرين الاخوان يعني الى شي واحد تزخر علينا ما تديروش ليه سبعمية تريزهند وخرروا متدهز خمسمائة احي تخر بيقاق انا عاندير مشاركة تنعاونو الكفار ما كينش اللات راه هاتي اللي دارشي موصيبك حلاق ما تديروش الربو الريزهند خلي غير ذاك خوه وصاحب تقول لشي حاجة ومن اللي دير الريزهند ليه اللي دارشي حاجة واعرة ديرو الريزهند صافي يعني يكون ذاك شي بغينا بغينا المعقول لالاخوان بغينا المعقول بغينا اللي يربح ياخده عن جدارة واستحقاق وانك تحس بانه راه دار واحد لابداع شي حاجة مزيانة اما يجي شي واحد يبدي يقول لك انا هدي خربق لي انا جو سطورة وشي تخربق او ادي ودي خمسمائة درهم فهذا الشي لا 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 كيف لا يعقل ما يمكنش اوكي ما عندها تاتي عالقة بتحطيم المعنويات بالعكس هذا تشجيع لنا الهدف ديال هاد الشي هذا شنو هو هو ان كين بزاف ديال الناس عندهم مواهب راه كلنا عندنا مواهب راه ما كين شي واحد يتولد ما عندوش مواهب كلنا عندنا مواهب كين اللي عندو مع الشطيح كين اللي عندو مع الغناق كين اللي عندو مع الشاعر كين عندوه فكلنا عندنا مواهب فهد الناس هادو اللي عندوهم مواهب كين اللي ما عندوش طريقة مجي يوصل لمواهب ديالو لنا ما عندوش. فيسبوك دياله في 12 واحد ما تيتسوقوش ليه وخي يحط ما اللي كان ما تيدواش فيه. ما تيوصلش. فبغينا هاد الناس هادو بغينا هم يخرجوا. بغينا نشوفوا الإبداع. بغينا نشوفوا الشعر. بغينا نشوفوا القصائد. بغينا نشوفوا الزجل. بغينا نشوفوا الموسيقى. بغينا نشوفوا شي حاجة اللي زوينا. اللي الناس تعرف بها على هاد المواهب اللي ما ما مشهوراش. اوكي? وممكن انه عن طريق واحد المشاركة. انه يخرج منا شي ديسك. يخرج منا شي حاجة زوينة. شي عامال. شي فيديو. شي حاجة اللي تكبر. وهاد الناس يتعرفوا عليهم عوثاني الناس. يقدر يعجبكم دبا شي واحد تعجبكم شي وحدة. تبعوهم في الفيسبوك. تبعوهم في اليوتيوب. تبعوهم في انستغرام. فهاد الشي كامل بغينا نحنا يا انه المواهب تخرج. فهو تشجيع. هو تشجيع للناس. اوكي? بغينا الناس تشجع وتتعرفوا ذلك شي. اوكي ايدان اه غادي نبداو باول ابداع دو اختكاق تليديا. اوكي انا نعود هاد الشي كامل بشوية. اللي بغينا هو انه المواهب دي اسحابهم بصحنا. اوكي ايدان غادي الاخوان غادي نتلونساو باش ما نطولوش لين نرى المشاركة كثيرة بزاف. فغادي نبداو باول مشاركة. التي نجب دوربا هنا يا. اوكي اه المشاركات انا يعني تنظن انتو ما قولوا لي انا تنظن بان ذاك شي يكون اوفور اي اموزير. اوفور اي اموزير. ما عارف شنو تتعني هادي. ولكن زعما على حساب انا ما غاديش ان اه ما غاديش ان اه ما غاديش ان اه ما غاديش ان احل ايميلات وان بدنشوف وان بدن نفلتري ودكش. فانا غا نحل ايميل غا نشوف شنو فيه. الى كان قصيدة غادي نحاول نرقق صوتي ونديروا شي حاجة باش تخرج زوينة. كان نكتة غا نحاول نضحك معها. كان هادي فا حاولوا علينا. ورا هادي مشاركات لايف اه انا براسي حاصل يقدر يكون سافت لي اشي واحد شي قنبولة وقوطة ما انا رأى مالمو مانا تنبغي دكش يكون مباشر. ستتعرفوني خصد دكش يكون مباشر بحلوه ومره. صافي؟ مزيان. فما تقولوش انا رأى واللي قلت شي مصيبة ولا انا قلت شي حاجة. رأى دكش اللي تسافتو لي الناس. فاعطيوني واحد الوقت وغادي نديرو دكش مزيان. إلا شي حاجة خصد الريفيرب نديرو شو موسيقى نديرو موسيقى. هذا عمل الاخوان اللي هو عمل جماعي. يعني انتم ما رأى جزء من هاد النشاط هادا. ماشي غير انا ما تخليونيش انا حاصل. فانتم ما خصني الفيدباك ديالكم التفاعل. قهرتين بالهدرة بدق. اوكي. اذا نبدو الاخوان معنا واحد الاخ خنايا. لا يكون كاتب لي اشي موسيقى هنا يا هادا. هادا كاتب قصيدة يمكن. اوكي. وننقرأ هاكي ما هي. ما قالش قول سميتي ما قول سميتي. اذا ما نقولش سميتو سميتو ساعد. فقادي نبدو دابا بهادش بلاتي. هادا خصوك على الريفيرب. اوكي بلاتي نزيدو نطلعو شوية هنا يا. ايو ايو. اوكي نزيد. نديرو موسيقى ولا بلاش موسيقى. نديرو موسيقى حزينة. هادا هاد سيدا دا العنوان هو شاورا عقله شاورا عقله لما نديروش الموسيقى غادي نتخشعوا بلا موسيقى اللي نحرم شاورا عقله فهد القصيدة باللغة العربية على ما يبدو وتتكلم عن واحد تيهدر مع العقل دياله يعني انت تحمق تتوليت تتهدر مع عقلك فهد الأخ هذا مصفت لنا قصيدة مشاركة قصيدة انه تيهدر مع العقل دياله فمسمي القصيدة شاورا عقله زي ما تشاور مع عقله شاورا عقله شاورا عقله ولطريق جديدة ادله بات بكلمات غائرة متحدثا فاه طموح إلى الغد وبأحرف صائبة مهمهمة شفاه قلق البال حائر وسائلا الصالح والطالح عما وعاه شاور عقله وتمعن تارة من هنا وطورا من هناك فبأخلاقه بلغ رقياه تعثر حينا ونهض حينا ثانيا فلم يضل أبدا لاتجاه حمل على عاتقه إناء تأملاته بالذي فيه ينضح مداهما السبيل فوجد من رفضه ومن حواه شاور عقله وبين المطبات والأشواك بقدميه متسلسلا وعند لحظات للطرار مستعملا يداه جف جسده ونشى فريقه ونشى فريقه فأشبعهما ما تيسر من المياه قضى في رحلته وقتا عسيرا وعذابا مريرا لا لشيء بغاه شاور عقله وقطع نصف العمر جاهدا كغريب مسهد راعه الهم والتبرم أداه بين جسمه وبين نفسه نضال داوم به سيره وانسيابه راجيا حتى بلغ منتهاه إن شرح صدره بهجة ولكن لم يرى أحدا سواه لم يجد من مؤانس أو من منجد يلقاه ساح الزعاف جسده فخابت الآمال حينها وسقطت بذلك نواياه شاور عقله فطأطأ رأسه وثار غضبا ثم اغتاض حزنا حتى فاض بكاه قال متحسرا من عنائه آهن سرق السارق فهربا وقتل القاتل ففرى بينما تعقل العاقل فكان العذاب والعقاب مثواه داق صدره وداق جنانه فكبح رأسه قليلا إلى السماء فقال إنه لوهم كنت أراه شاور عقله ولم يبخل عنه بجهد ولم يتخل عنه حين دعاه تلضى تحرقا من أسيار التقيُّد فعاد إلى عقله شاكرا وإياه ممتنًّا فحياه رغم ما ذاقه من عذاب مرير ووجع عسير إن قضى همه ومضى شجوه ثم أدار ظهره للماضي فقال أنساه إخوان اللي تيقولوا لي باركا ما فهمتش يعني ش نوز عما باركا حد تي شارك ونقولوا لي صافية تشارك غير ببيت واحد وصافيرة ما ما بغناش نقولوا القصيدة ديالك كاملة أوكي الإخوان غنديروا داب الريزهاند لمشاركة هذه القصيدة ديالأخ سميتها شاور عقله قصيدة رائعة ما فهمت في أولو حيث كنت تنقرها أنتو ما تكونوا فهمتو فأنتو ما غادي داب ديروا الريزهاند باللاتي نسدو الريزهاند خلينا أخويا نياز أنا أنا نعلمهم بعدا ونحيدو الريزهاند ودك ساحسبو أوكي إذا نواحد جوج ثلاثة الريزهاند دابا إذا الأدى مني حسبو النقاط باش نقييد الأخ هذا نقييد شحال من النقطة عندو أوكي هشاور عقله وغادي نحسبو شحال أوكي شحال حسبتوها لإخوان الأدامين بصور عقل بليز واحد عطاه أربعة العسراء واحد عطاه واحدها العسراء يعني مغار بغي الحسد فمزيني هو ما حاملش وصافي ما معجبوش الحل بغي يشوف سبان وبغي شهاجه شحال من صوت ثلاثين صوت أخويا عماد ثلاثة وثلاثين أوكي ثلاثة وثلاثين صوت أوكي وسير انتهي تقعتل مع الشعر ودك شيف للأخر أعطوك ثلاثة وثلاثين صوت فالبال هذا الشعر لاش المغريب بغيب قديما لور لور أوكي هالإخوان غادي ندوزوا لإبداع الثاني إبداع الثاني واحد مصيفت لي تصاوره صعب يعشان دير أنا كان دير ندوز أنا التصاور في اللايف دابا طبع أبين وبين كهويا هم تصاور زوينين يعني أنا رأى أرفعوا لك القبعة عمادك تصاور والله إلا رائعين هنديرهم في الفيسبوك صافي باشي يسدوا لي الفيسبوك ويسدوا لي كل شي لما ندير سكرين بارتاج لإنا تقدر تبن شي بين شي قاضيب ولا شي يفرج من البار حتى نتفرج في البورنو إذا سنبذل سنبذل حتى ندير الثاني أبين هذا مصيفت القرآن أبين أبين نري على الكلمات ما نريد تصييدني أخرى ما نريد علي كلمات أبين نحاول بشي طريقة نحاول باش ما يقولس مسعلا لاش مخليتي ناش نشارك محاولة مهم هو المحاولة حاولوا علينا قصفت لنا مشاركة في الديناميتة صحيح ناندم باسم الشيطان الرجيم الخنيط الشيطان الرجيم الخنيط اندوزوها ماشي مشكل الفرج وبادي بالفرج الفرج ووز فيه تمرد هل أتاك حديث الحنكليس إذا تقج ما جابه صاحبكم وما تفرج فلا أقسم بالكلوات والطرماحة تقسمها السليبات أوكي والبزازل تحملها الستيامات إن ربكم لا أفات فأسبح باسم البنات التي بخمسين درها من تبات مجاركة المهم هو المشاركة المهم هو المشاركة كلك واعر دب هاداك اللي قبيلة تسمع الشيطان ما حاملوش أي زي دب واحد يقول لي هادي الحنكليس إذا تقجل بنتبات وخمسين درهام وهادي عايزة عايزة ريزة أخويا والله رجولة أخويا خمسين معاك أخويا أنا معاك أوكي إلا إخوانا نحسبو أوكي واحد جوج ثلاثة جو إلا جاب هذا كتر منمون الشعر صافي غار رجعوا الإسلام لأن الإسلام هو الحل لأنه ما يمكنش الدراري ما يمكنش إلا جاب هذا كتر منمون الشعر ره ما يمكنش راشي حاجة من شي نورمال بزاف أصحري وبزاف والله إلا بزاف شحال الخوط الأضامين شحال؟ دبا دعا نسميه الحنكليس وصافي نعقل إلاها بالحنكليس تمانية وربعين أنا قد تناكس واحد وخمسين نعري هذك مسكين مون الشعر غاين تحر مون بنت ليا خمسين اتنين وخمسين ما أوكي إذا نديرو اتنين وخمسين سيبو أوكي اتنين وخمسين خطار الله إلا خطارين توم بالله صافي على الإخوان اتنين وخمسين لخونا مون الحلكة ليس إذا تقج دوزول إبداع ثالث مشاركة 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 أتنين مستحفت لي تتصور أشان ديرنا دبا تتصور أخوان شوف اللي تي يصوأ تي يرسم مزيان برافو عليك اللي تي شطح برافو عليك بغينا شي حاجم كتوبة ولا مسموع هل شي اللي خدم في البطال هل شي اللي مخدم في المباشر أما تصفت لي تصويرها ولا فيديو ولا ديرها ما يمكنش صاحب يا رما كان دير ندوزها هذا بغي يشرح لي أنتا كان دير ندوزها هذا هو السؤال هاو مالقصائد رجعوا قطعوا أوكي السلام لإسم كداو كدا 23 سانق بغيت نشارك لعله وعسر ربحو ديك 500 درهم راق واده تعالى رب نق هات القصيدة وعالله رباح هاهاهاها أوكي آم العنوان ديالت المشاركة قصيدة كفرية حول الجفاف أوكي جفاف هذه خصاء 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 العيبات قصيدة كفرية حول الجفاف وعدم استجابة الإله لدعوات العطشانين هذه خصاء الكنسنتراتيون هذه قصيدة بالدارجة ديال واحد السيد خاصة ننذر ليش ويندصص لي فهم سيني قصيدة قصة ديالها هو أن واحد السيد تيموت من الجوع ومن العطش ومع هوليداته وتيشوفهم تيموته وتيشوف راسه تيموت وتيهضر مع الإله تيتساءل هاد الإله هذا كيفاش تيتفرج ومتيدير واله وقيلاتش اللي غادي يقول معه يا ربي يا الله اللي في السماء لبي لي هاد الدعواء واعتقني غير بشوية دلماء واش حيت ما بقتش في الدنيا حشما المرض والجوع والجفاف بغيت غير جغمة الأرض جفات والخضراغلات والكروش بدات الغوات عينا وصلينا ودعينا فينك الله اللي في السماء فينك الرب العالي واش رك تسمع القرب اللي في بالي راه ليك تخشعت الليالي فينك الرسول أمو نشفاعة راه غادي نموتو يكن تمو الصينة بالقناعة واش نقنعو بالطراب والدرك والمجاعة بزازل العيالات نشفات والبراهش ما لقاوش الرضاعة يا رسول الله راه درت قاعدك شي اللي وصيتيني مجوج وعندي ولادي ومكمل ديني شوف من حالهم أما أنا الموت حسن لي يتهنيني الزرعمات والترباوكحات الزاني نشف بحل شي ورضا دبلات وجلدي تكمش ما بقعت فيه حس الحياة البرهوش والمرأة غير الغوات وأنا عيت من الدنيا مالية غير الدعوات ومع الوقت استسلمت أنني لقى الإجابات ما بيش زوينت شي يا صديقي جميل عزيز علي الزجل حسن من العربية فأنا عجبني صراحة ندخونا هذا عجبني نو هذا أخ هذا دكاري عنصر دكاري فريزان دا الإخوان واحد جوج ثلاثة جو ما قالش اليوم الحنكالي استقجوا ذاك شي فما نعرف حيت خاصك تقول الحنكالي استقجتت وليت توصل ذاك الربعين وهذه وده بمعانى ثلثمية وثلاثة وعشرين وتيت تمزكو ورقلنا ليكم مشيت فهمتي قلنا ليكم شاركو ولكن بزافة صاحبي ثلثمية وهذه وثلاثين واحد عاطل القصيدة ما حال لدينا الإخوان هذا من أنسميه الجافاف هذا سنسميه الجافاف وصافي ستين الأدامي الأدامي اللي أحفظكم ثم قولوا ما عجبنا هو ه Jazze إ Share عن absolutamente تقال حسنا حسنا ه ه ه ублиنا اشف والله الاجهة بتالي ديالازغة قلتلك ما عزبناش ما عزبناش ما عزبناش صحق صح نسامق ما عزبناش اغوية اوكي احيط الريسات ما انت تشجعوش ما انت تشجعوش لما ابداعات الكفرية اوكي واحد وستين اخونا الجفاف اخونا الجفاف جاء الجفاف في التصويت فقديندوزو اواجكم القرآن عتاني اواجكم اصحاب القرقانات جاوكم عتاني اوكي دوك اللي تيجي بواسالة تيدير هكذا هكو تنغسل الصبع الكبير ديال راجلي وتديرها في اليوتيوب وتجيب 300 مليون مشاهدة وماذا تيدخلوا من الطريقة هذي فهذا جاي بقرآن تهو ندير وليه بلاش وقع لقاح ندير القرقان باسم حمان تحمان لمحين ما عشنو ما نعرف محمان الدحمان المحين قل يا أيها الزانيون لا أنكح ما تنكحون ولا أنتم ناكحون ما أنكح ولا أنا ناكح ما نكحتم ولي قضيبكم ولي قضيب ولي قضيبكم ولي قضيبكم حسنا 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 الحسنا حسنا الحسنا تحكي الحسنا تتسجع مرحبا حسنا سيا حسنا 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 اشنا حسنا حسنا نصان م Woodro مرحبا Los المشاهدين تلميذ أمكر الماكرين هز الألمان في عقر دارهم وكانوا أولى المنكوسين يتساءلون أهذا سحر أم مجد الأولين قل لهم قل لهم ألم ترك ففعلوا بريال مدريد خص القلقالات أن إنهم كانوا أكبر المتودين فعصفنا بهم فساروا كالباهتين ثم جاء قوم من بعدهم فسنكروا واستكبروا وقالوا نحن اليوف العظيم وإن لنا لأحسن اللاعبين فجعلناهم عبرة للمعتبرين صدق آيكس العظيم كما تكونوا يولى عليكم سيد أخويا شنو شحال جبنا شحال جبنا دفا فادي طلع ريزاند go واحد شوش ثلاثة go صورة آيكس هذا ما أعزيز عليه آيكس وذلك شيء ستعجبوا هذه ما حال جبنا صورة آيكس نكتب لها آيكس لكي أعرف المهم بشتعرفوها الإخوان راه كاين مشاركات كثيرة جدا راه ما يمكنش ندوز كل شيء اليوم وإلا نبقى هنا يتلغط فغادي نبقى غادي دائما بالترتيب باش ما نضيع تشي واحد وما نضيع تشي واحدة ثلاثة وثلاثين أوكي أو لا بس لا بس الميزان بديت قد الميزان بديت قد إذا صورة آيكس دووزناها رادي ندوزو دابا هادم سيفت قيصاق أول مرة قيصاق قيصاق الإخوان ولكن هاشوف أي سيفت لي شي واحد قيصاق طويلة را ما غنقراهاش أوكي قيصاق طوال ما غنقراه مش قيصاق سيراق سيبون أوكي بحال هادي جاية يا هاديك يعني تقريبا بصار أوكي فحاولوا تركزوا مع القيصاص لإنا يقدر يكون فيها العبار وذك الشي اللعبات تركزيزوين أوكي فالقيصة ديالخونة بتتقول الخازوق بتتبقى الخازوق الخازوق هو واحد من أبشع وأشنع وسائل التعذيب عبر التاريخ بحيث كيتم إدخال العصاء حادة بمؤخرة الضحية لتختارق الجسد دياله كله إلى أن تخرج من الفن ويتم إدخالها بدقة لكي تمنع الموت الفوري وبالتالي إطالة إطالة معاناة الضحية لأطول فترة ممكنة فإحنا خشوا فينا نفس الخازوق لكن ما عمرنا حسين به بنادمك تلقاه كيدير جامع الدنوب والمبيقات اللي كيتعتبر مرتكبها في الدين كافر يجيب فيه الحد بالتعذيب أو القتل بنادمك تلقاه كيصليغه بالززتي يصوم بالززتي يكذبتي يسكرتي يكمي ينافق تلقاه تليفونه عامر بفيديوهات الممسيخة ويتزلل ويشفر ومن اللي تجيت ناقشه تليب رأيك المخالفة والخارج عن المألوف في المسائل ديال الدين وغير يعرف أنك ماشي مسلم وأنك علماني أو لا ديني كأنك هزيتي داك خالوطة ديال منفاق وحطيتي بلاستة أبو بكر البغدادي ما كيبقاش يشوفك أنت بنادم كيبقاش يشوفك بواحد يشوفه فيها عداء فيها خوف فيها ريبة ما يبقاش يتعامل معك كإنسان عادي ما يأكلش معاك يهجرك يقدر قاع يفكر يقتلك الفقهاء والسلطة زرعوا في عقولنا ذاك الخازوق في الفكر ديالنا منذ مئات سنين وربوا فينا ذاك الحواجز الفكرية ديال أن هادوك الناس اللي مختلفين راهم أشرار أعداء الله لدرجة أننا ما نقدروش نقبلوه واحد كي يأكل كرواصة في نهار رمضان فبغونا نكونوا دائماً في زريبة وحدة كحمير مروضة بفكر أحادي بقينا خاطعين الخطابات وأوامر كهانة الدين هما اللي كيوجهونا بحل القاطع كي يصنعوا لنا نظرتنا العالم المختلف لكن من المفترض أننا نحن اللي نشوفوه بنظرتنا الخاصة بنظرة احترام الآخر نظرة العلم نظرة الفن نظرة الحب الحرية الفقهاء ورجال الدين كي يستغلون احنا باش نحقلهم النصر في الصراعات السياسية الدينية ديالهم وحنا ما مستفدين تشي لعبة من ذاك الصراعات احنا كي دور علينا العام كنلقاو الحالة الاجتماعية والاقتصادية هي هي كنلقاو الفقر الاستبداد المشاكل الحقيقية اللي كنعانيوا منها لا يمسوها الخطاب الديني على الإطلاق الفقه معمره هدر لنا على الدولة اللي كتنهب التراوات معمر شي فقه هدر على الفصفات ما فين فين كيمشي معمر هدر على المعونات اللي خاصت تعطل الفقاراء والمنكوحين في هذه البلاد معمره هدر على الميزانية فين مشات الحوت فين مشا على السبيطارات والعيالات الحاملات اللي كيموتوا في البوادي الفقه عمره غادي يعمر لك البوطع إلى أخوات أو يداويك إلى مرتي أو يشري لك كيلو دلخضراء في سوق أسبوعي لذلك صديقي العزيز خاصك تعرف أن السلطة والكهانة دي للدين خلاوك تولي عدو للفكر اللي بغي يحرك وهد الخازوق اللي مخشي فيك راه نورمال غا تحس بالآلم اللي بغي تتحيده وأعراض هدى الآلم هي ديك العداوة والحقد والبغد اللي كتحس به توجه من يختلف معك في الفكر خسك تكبح جماح ذاك الإحساس الإرهابي اللي فيك وتغير الوعي ديالك بالدين وبالحياة ككل باش تحرر وتولي إنسان سوي وهي ماشي قصة قسيرة ولكن قدرون قولوا هادي خواطر ياك قدرون قولوا خواطر تال خواطر مقبولة نعم تال خواطر مقبولة ماشي مشكل يعني ما كينش حد ديال الإبداعات الفكرية والكوفرية اوكي سيبون إذا هذا نسميه أنا خازق وغادي نديرو ريز هاند واحد جوج ثلاثة جو شحال تعتوي للخازق شحال جاكم في الخازق خمسة وثلاثة خازق شحال أخويا الغليمي تنتق به صافي تلسعود ثلاثين ياك سيبون تلسعود ثلاثين خدا الخازق مشكين ووهو القصيدة يعني شي طلع مع الأخر الخازق ووهو القصيدة تخوزقوه مساكنة فهد السهرة هادي تخوزقوه بجوش سيبون سيبون غد نتوزو الموهبة القادمة القادمة من السرق البعيد هنا هو الأااااااااااااااا اااااا يعاني شخص استر واحد استر مشاركة ديال استر قال لك واحد كلام صحف出去 هذه الخرار بي صغير صافي ما صافي سألت قل لك واحد كلام صحف خرار ببي صغير واحد جوج ثلاثة قور ريزانت الله يله هدا هو التعبير الحقيقي على المواهب الكفرية يا صاحبي هادي اي تي اس قد طالنت خلينا ملأ دراو الخواطئ يا رودكشي هدا تيشيك نيشان نيشان ما كينش ما تيضرب ليش شحال اخويا الغليميك خمسة واربعين واش تيشوف وفهمت ستة داب جايب كتر من مول الخازق هانت هنسمي دابا ربي صغير ربي صغير جايب خمسة واربعين لاحية خسنا نسدوا لينكي اللتي بديت لعب ديابات ودكشي اوكي ريموف اول هانت اذا ربي صغير جايب خمسة واربعين واعرا ياك اخو ياك اوكي هندوسوا الابداع القادم نيكست عدنا او ثاني واحد مصفت لي التصاور وواحد مصفت لي انستاقرام تصوروها الاخوان مصفت لي البروفيل ديالو د انستاقرام اش غندير انا بالبروفيل ديالك انستاقرام دابا افسر لي دابا شنو لاتي نشوف بعد شنو كين فيه لا تكون شي يكون شي شي كواعيبة اطرابة واحنا قازين نسبوه دكشي ثم تفاهموني والله الافيتي لاتي يشطح ودابا داتي يشطح والله او صادقيت ستتشطح نتم زين انا انا يعني نايس دانس ولكن كي شنو يعني اولا ما قدرش نشوفو هادي اللولا وثانيا ما شطح ما عندوش علاقة بالكفر ودابا كاتب لي في السيجي ضايعين في بلاد ديال الرب زيدو على انقطة ايهاف مور فيديوز هادا تيل ابدو كلي باطاي دو كلي الباتلز دانس باتلز دك تيجي واحد سروالو طايح والاخور سروالو طايح يبدو يحنقزو يطلعو في غراسهم ويدديو ولكن رايش طاحتي يشطح مزيان غير هو ما اخداماش في بريك دانس هي ما اخداماش معانا هنا يا فهمتي يا صديقي فاسف جدا ما يعني ما عارشش والله ما بقيت فيه ولكن ما عارش كيفش ندوزك وي فشكرا ليك و حض سعيد المرة القادمة اوكي هادا شنو كاتب سلام تم بمولانا الامام نوستيك الهومام اما بعد هذا عزيز علي دك الرسائل لقدام كانت الواليدة تشدو اكتف الخالدك برياق أول مرة بنكتب ليك وخاك بسمع ليك من الية متلولين ديال القباسات بلطولكي قديمه عشيم منطلع الدافع على راسك وين تقديم وخاك بديك الساعة مازال سلعو ميك تنجي نخرب التحك من القباسات المهم هو بل نزل علي هذا الوحي وبغيت نشاركه معكم وحاجة أخرى ما بغيت لخمسمية درهم لألف درهم ولكن إذا كانت شي مانيار ما نقول لك هذا من ذلك اللي بغينها صحيحة فصورة الناكحون كل شي دير صورة الناكحون اليوم ممدير جوج مشاركة يا أيها الناكحون لأنكحوا ما تنكحون هذا هو وقع لا تفرضوا في الوحي ولا أنا ناكحون ما نكحتهم ولا أنتم ناكحون ما نكح لكم ناكحكم وليا ناكحاتي ودبا دخلتنا في الخواض ناكح هنا وناكحاتك أوكي ممدير واحد القاصيدة دبا دير واحد القاصيدة ودبا يقول لك درتي للأخرى الأيكو هادي ودبا صافي تصييت دبا أي قاصيدة خسنين دير الأيكو لنا لما درت الأيكو يقول لكم علاش الأخر درتي للأيكو زينتي للقاضية وأنا وحقا وحقرتين صافي كلكم أتأكو وربكم لقد جئتكم بالذبح وقطع الرقاب لم يسلم مني طفل من دون عقاب أقتل الزوجة وأنكح الزوجة بدون عتاب لا أهاب جرما ولا اغتصاب أشق عجوزا لنصفيني بدواب رأفة من رب الأرباب أنكح طفلة تلعب بالدمى والألعاب احتملت الوطأ من أولي الألباب أشتهي فأحل زوجة بني بانتصاب ليس من صلبي الأصلاب يا من وهبت نفسها للأبتر الشياب بإعجاب واستغراب من وراء حجاب من بعد قتل الأصحاب الأصحاب جلالا بالمبشرين الرياب مهم ثلاثة دلكلمات والأربعة داروا دخلوا واحد العصاف في الطوبور ديال أبو أسود الدؤالي مسكينوا وفق أبرو ولكن المهم غندوا وزوها المهم هو ولقى فيها فأشدرنا في الطازين واحد جوش ثلاثة قو واحد قالت دابتي انتقدك شي لأنا تنقرد المواهب أنا اللي كاتبه الشي هذا كامل فأمشيني أنا اللي كاتبه الشي كامل أنا ديالي أنا أنا اللي دابة نبدع فأتي يقول لي يا واللارا ما فهمتيش انتاد دبحوا من هنا رأي مشاركة ديالواحد الكويفر سير خط قتل ما أنا معنات ناقلوا الكفري ليس بكافر أوكي شحل جتل إخوان واحد وثلاثين هذا نسميه بالطول كيقديم باش ناقلوا عليه دابل غليمي تيقول ثمانية وعشرين واقع لا طاحوا شي ثلاثة آسوا خلينا ناقوموا مع واحد وثلاثين باش نحسبوا ذو كل طاحوا ماشي مشهfficient واحد وثلاثين واهوارا خاسر خاسر لأنه عاتيه شنو بلا ما مقوقوا نكتبو الأرقام لأنه آدي على وقت دابها آدي على وقت اللو ولي عدنا اللو ولي عدنا هو الحنكاليس تنين وخمسين لا الجفاف الجفاف مو الجفاف 61 مو الجفاف هو مو الخمسمية الدرهم الهد الآن هو مو الجفاف 61 الجفاف 61 قاعدوا كل قلم الجفاف ما قاديش نحسبهم لان مرابحينش اصلا اوكي لان اللي غادي ياخد اكبر عدد الاصوات هو اللي غادي يربح مزيانة سيبون احنا غادينا تنحسنوا المنتوج الكوفري غادي ندوزوا دابا واحد عو تاني مصفت لي تتصاور دابا لاش مصفت لي انت تتصاور دابا يتصوير زوينة ولكن كان دير ندوزها سمحنا خويا دابا هاتي قصيدة ولا اوكي والله ما عرفت الاخوان شنو هاتي جو سيبا انتو ما غادي تعرفوا شين شنو النوع الادابي دي لاتشيادة موما نغا نحاول معاها وصافي اه يا بسم الله قال لك معلقات القرن الواحد الول عشرين للمؤلف الزنطيق في ريتي بوسيبل في ريتي كاتباب اي فملك اليمين والشمال ناكحا في الصباح والمساء صر ماذا يا اما هو وارف العربية يا اما العكس يا اما احنا حمير مهم شي حاجة وحدف فيهم يلا صحيحة مهم اسمح لي يا قويادة باتنطيح لك شوية السوق لا انا عاود لا اتشي كامل زمي ملك اليمين والشمال ناكحا في الصباح والمساء صرمدا في سوق النساء اتجول اختار جارية بدنانير معدودة منتصبة واذا دخلت الحروب غنمت بالكثير دهبا وفضة ورؤوسا بالسيف مقطوعة ومن رحمتي انكح المتشرداء فاقتلوا أباها وزوجها وآتي بها متزوجا نسخنا جاهلية القريش واتينا بعصر الظلام الأبيض بريح المسكي أذر الرماد في الأعين فما طاب في نفسي فهو لي ولو كان زوج ابني بأمر العلي لا نقاش أو حد السيف عادل أتينا بجديد للبشر لا يعلمون مصادره ولو كان من بني سريان وسومار أو نصارى أو يهودا خسئ كل من قال نحن همج فمن اقتنع فهو عزيز ومن لم يقتنع فالسيف قاضيه معتبرا لا تحاججني فيما أقول فخمس الغنائم لي وأجمل الجواري في حجري قاعدتا فما السلطة إلا مال ونساء وغنائم تحميهم عصد ديني فهذا أمر جلل ها وفي الألف فهذا أمر جلل سري صديقي سري المهم ما شديت فيك شوية ولكن راه مقبولة المشاركة شكرا عزيزي أشنر نفطا جينا الإخوان واحد جوج ثلاثة قو تديروا لي هاديك زعماء برافو لي لتشجيع أولاد اللذينا وصلنا الستين ولا صافي قولوا لي غي إليميني وصافي وندوزو قبل ما تفقوا تحسبوك إلا ما وصلناش الستين غي إليميني وصافي إليميني ناكست صافي إليميني يا الإخوان إليميني إليميني هايد نري المايك طاه ما شديت جبريل ديالني أو كونتو مصروك؟ تقريم جوالي اسكوب كندا تقريم جوالي وكذلك فيلمين فرمان الارتواق ماذا نتكلم؟ قريبا حسنًا لدينا جبريل حسنًا وقع المشكلة في الروم الإخوان حسنًا 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 نفتح الروم جديدًا حسنًا 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 حسنًا، ما زلت تسمعوني يا الإخوان؟ مرحباً لا، أنا راخد دامنا هل تسمعوني؟ مرحباً صوتي أنا لم أسمع الفيديو مرحباً 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 ثم لا يمكنك أن ترى إليه لا يمكنك أن ترى من كل ما كان حسناً في سنة في سنة سنة حسناً لا يمكنك أن يكون ندمج الصوت أسيactyl نعم ذلك حسناً أحسناً ما هو صوت صوت ليس صوت ليس صوت 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 للغاية صوت صوت نزيد على سبيل فسنة ماذا؟ هل سيبون تقدّت الأمور او ما زال مهاكي يا جيادة؟ لا دبارك أينسوا، دبارك أينسوا معكم زيادة ولكن كينا نوستيك القايد جامبا عليك أخويا ما زال مهاكي، ما زال مهاكي، ما زال مهاكي، وكي زيادة، هو بركي زيادة هو بركي زيادة افخاق... الأمر لا يقوم بحقي... لا، إلا نراحات قادي... هي محاكية مع هذه السلاة انا لم تتجاهها الناس فتاكم مالتذي يغفرها انا لم تتجاهها الناس فتاكم سوف نكمل في اليوتيوب انذت السيادة، هذا السرع ما بحقي في الانسوا، غيرين انه يلجبنا مزين، انه يكبرنا بشكل أينسوا لا يمكننا أن نكملها، سنكمل في اليوتيوب سنكمل في اليوتيوب لا يمكننا أن نكملها سيبون سيبون سنصبر سوف نصبر حسنا سوف نصبر حسنا 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 هذا دائما مشكل كنت كتبت عليه كنت هضرت عليه المرة اللي فاتت وبنادم بدأت يقول لك اللي را تتبالغ را ماشي مبالغ را فعلا هاد الناس هادو را عندهم فكرة الولاء والبراء يعني هادا من اجل الدين ديالو را يدير فيك اللي يبغى يعني ما يحيق ماكينش شرف الميهنة ماكين تشي حاجة يعني موهم ما غنقدرش نكمل لانتيدروا لي الريدوت هنا اذا غادي نكمل في اليوتوب صافي اه نستيك غير سير غير سير اه اخي 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 منذ اللع اخي 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 نطير واضغون هذا. حسنًا. حسنًا. حسنًا سنكمل الآن في اليوتيوب. لأن كما ترون الصلاة عمغ لا يوجد شيء الشرف المهنة لا يوجد يعني أنك تتسنيف واحد الـ بأنك ستكون وفي العمل وفي مثلا هذا الوطن وفي هذا ما ستفعله. لأنه دائما ستكون وفي غير الحمق الحزيقيات فقط. غير الحمق الحزيقيات وما مسوق للتشيحات أخرى. ستكون قاضي. ستكون رئيس دولة. ستكون العمدة مدينة غربية. دائما ستكون الحمق الحزيقيات هي اللي لها الولاء دياله. فقط. الولاء دياله فقط لديك شيء هذا. وهذا هو البروبليم. إذن سنكملوا على الإخوان. أدخونا هذا. إذن أنتم أصحاب اليوتيوب ستعطيوني التنقاط. ستعطيوني التنقاط سنذهب على نفس التنقاط إذا قلنا هذا الأخ دا 61 أو الأول. فأنتم ستقولون لي مثلاً ما كثير من 61 أعطيوني واحد الرقم كثير من 61 أو الأقل من 61. فهنا سنرى ما سيربح. مع نفس الشيء. سنجد أن نقوم بعمل رقم في البطال لكي لا تقوم بعمل رقم أو رقم أخرى. ولكن مهم. قدر هوبل وما شاء فعل. بالضبط. بحق. سنذهب إلى مرة أخرى. سارة نحن. لدينا صورة القرقانية. سنضعها. نفسك تحية. سنتهتم معاك. ستتواصل معاك. أنا أخبرك. ولكن إذا كنت تعرف سيأتي سورة النصر. حسنًا. ما تقول هذه سورة النصر؟ وباللتي ما زلقا مادر نوالون تمغ ديجة تطعون نوامر ذكش من واحد الميال إخوان لكن باللتي تتكن شي حاجة كل شي تسعى دست قال لك باسم الإلحادي وحرنية التعبير إذا جاء الكفر بالله والعلم ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا فقدس اسم دروين إنه كان عالما ملحدا لا يوجد مجهود بزاف ولكن لا يوجد مشاركة جيدة ما حال تعطيهها لإخوان؟ أختنا ملت هاديرا أخت هذه 56 موما نشوف الناس اللي يعطاو أندير أنا أندير المعدل واللي على 99 تا صاحبي ما حال هذه مشتيش الصوت مخربق لا الصوت حنين وزوين ووادك على شمخربق 36 30 60 33 30 30 35 64 66 33 33 سوف يسيبون إذن قل من 60 قل من 60 صافيها الإخوان هندوزو هيد الرزان ديال اليوتيوب هدين دوزو داباغ هدين دوزو هدي دوزنا هندوزو داباغ قصة قصة هدنا قصة الإخوان هدنا قصة داباغ اسمتها سامحني يا الله إني أتيتك ملطخا بدمي هذه القصة القصة اسمتها سامحني يا الله إني أتيتك إني أتيتك يا وطني حبا وطاعيا إني اخترتك اسمتها سامحني يا الله إني أتيتك ملطخا بالدماء نشوف وشنة غير يخرج منها القصة سامحني يا الله سامحني يا الله إني أتيتك ملطخا بدمي رجوتهم كثيرا منذ أن تأكد لي أني سأحظى بلقائك كي يسمحوا كي يمسحوا الدماء من على جفني وها أنت ترى بنفسك ما الذي يمكن لطفل صغير مثلي أن يصنعه حين يقرر الكبار أنهم لا يكترثون هل ترى يا الله لم يعبأوا بتوسلاتي ودمعي ولم يكن بيدهم حيلة ففي وسط صراخ الجرحى من يمكنه أن يدرك وجعي سأحكي لك قصتي يا رب قتلتني قذيفة أطلقها عمي عمي الذي لا أعرفه لكنني أعرف أنه عمي هكذا علمني أبي وأنا يا رب أنفذ ما يطلبه أبي مني حتى قاتلي سأسميه عمي لست أحمل له ضغينة ولكن الموت كان مؤلما جدا ولو أن أمي فقط أخبرتني كيف يؤلم الموت لكنت أتيت إليك يا الله بلا دموع وبلا صراخ ولكنت منحت قاتلي غفراني وصفحي ولو أن معلمتي لقنتني دروساً في لقاء الإله لكنت قابلتك اليوم بعيون لا تحمل الدموع وجسد بلا دماء غير أنهم جميعاً معذورون يا الله فمن يتخيل أن طفلاً نحيلاً يلعب في الأزقة يمكنه أن يقابل الرب دون موعد ومن يتخيل يا الله أن يترك الموت كل أولئك المسلحين الشجعان ويختار للقائك طفلاً باكياً مثلي حين أتى الموت في قذيفتي ذلك العم القادم من المدينة البعيدة لم أكن قد قررت بعد ما الذي سأصنعه في حياتي كنت فقط أحب اللعب أخبر أمي أو أخبر أمي يا الله أن تسامحني فالكبار لا يعجبهم عشقنا نحن الأطفال لتضييع أوقاتنا في اللعب بالمناسبة يا رب هل في الجنة ألعاب أخبرتني المعلمة بذلك وأنا أثق فيها أجمل ما في الموت يا رب أنه ينهي الآلام والتعب فالناس هناك متعبون ومرهقون الناس من حيث أتيتك يا الله يتألمون والناس هناك يا الله خائفون سنين يا الله تقتلنا قذائف أقربائنا سنين يا الله ومدينتي أنت تعرف اسمها يا رب يحاصرها أقرباؤنا سنين ورصاصات عم القناص تختار رؤوس أجمل الصغار في المدينة سنين وهم يبحثون عن أعدائك يا الله في أجسادنا النحيلة قصتي يا الله كما ترى ليست طويلة قصتي لم تكن قد بدأت بعد حينما سرقتها من القذيفة هذه القصة قصيرة من مناجات الإله مناجات طفل مات صغير قتلاته قذيفة في حرب أهلية على ما يبدو ربما بحل سوريا أو لا لا تنصفت هذا العدم فهذه مناجاتي للطفل هذا الله هذا مزيانة ياك بنوا لي بزاف ديال الستينات والسبعينات والثمانينات فما عرفتش واش ناخدوه أو لا بل لا تنزيد شوف واحد وستين كي اللي تيقول واحد وستين ستا وستين سبعين 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 كي تديروا هاد الناس هادو يكتبوه وخات انصفتهم آنا ياه اوكي اذا غادي نحسبوه ليه سبعين على حسب ما يبليه الافريج هو سبعين اذا هاد مول القذيفة هو ده باللول مول القذيفة عنده سبعين هذا هو اللول اوكي اذا غادي ندوزوا الابداع القادم هذه رسالة موجهة الإله الإبراهيمي تهدى موجهة رسالة الإله الإبراهيمي تهدى قصة الإله الإبراهيمي كل شيء التي تعصل بالإله الإبراهيمي رسالة موجهة للإله الإبراهيمي باسم الخالق الذي خلق باسم الذي وسع كرسيه السماوات والأرض باسم الذي أنزل علينا كتابا يهتف له الجيل تلو الآخر فعلا أنت إله أهنئك لنجاحك في تخذير الجزء الأكثر تعقيدا لأكثر تعقيدا في جسم الإنسان أهنئك على ملايين المدمنين على الدماء والنكاح سبايا هنا وهناك حلل نكحهن تحت أنظار أزواجهن الذين لم تيبس دماء رقابهم بعد وهانذا أخاطبك بكل ثقة محاطا بكفار كانوا جنودا لك سابقا أداروا ظهرهم بعد أن تمعنوا جيدا في الجزء المخفي من الجبل أعلم جيدا أنني أخاطب شيئا خلقه وقدسه إنسان آخر مثلي شيء لا يستحق التواجد في زماننا هذا بتطور الذي فاق كلماتك الشعرية المحدودة التي تدغضغ بها قضيبة ومشاعر كل مبجل لجرائمك الشنعاء التي لم يقوى على فعلها حتى أخطر قواد الحروب العالمية بأي حق تبيح نكحة صغيرة ما زال لعابها يسيل عند رؤية الحلوى وبأي حق أيها الإله تحلل سفك دم رجل واحد في أرضه بين أهله وأصحابه وتبيح نكحة زوجته تحت اسم الشريعة والإسلام عذرا أنت لست إلها ولا تستحق لقب الإله أنت فقط شبه إنسان خولت له نفسه أن ينسج قصصا تضحك الصغير قبل الكبير آه نسيت أنت لم تتعب نفسك حتى لنتج هذه القصص فأنت كائن عربي كسول يحب سرقة ركائز الديانات القديمة وتعديل بعض الأوتار عليها حتى تصبح جاهزة لقصها على المخدرة عقولهم بدءا من خرافة آدم وحواء وصولا للبراق ثم للنار التي لم تحرق آدميا لكنها حرقت مساجدا في وقتنا الحالي وكأن النار حتى هي الأخيرة اكتفت من خرافاتك واختارت أن تبين أن معجزاتك ما كانت إلا أكاذيب أكل عليها الدهر وشرب حتى من القمر لم تتركه وشأنه فقصمته إلى نصفين فما عسايا إن أن أقول لا أجد كلمات ليعبر عما بجعبتي من كفر أكاذيبك لا تستحق كل هذا العناء لتكذيبها فيكفي أن يكون للإنسان عقل حتى ينسحب من دينك الدموي الجنسي هذا وأختم رسالتي لك وأعلم أنك غير موجود بالأصل ولو كنت فعلا إلها لما استنزفت طاقتك في إرشادنا لغريزة كان الحيوان لها صباقا مع تحياتي لكل كافر فاجر اختار عقله وحريته على الانصياع والركوع نعم هو نتيش كردب الناس كاملين لن أسجد بعد اليوم سوى للفرج الورضي الأوروبي الذي لم تتح لك الفرصة لرؤيته ولو فعلت لجمعت أرقى شعراء زمانك لتكتب لنا صورة تصف لنا فيه جمالا ورونق الفرج الأوروبي الذي لم تتدوق طعمه للأسف واكتفيت فقط بتحليل فرج لم يكتمل حتى في نموه لغسولك الذي يتغنى به الملايين ويقلدونه في طريق عيشه ومشطه ومشيته حتى يتسنى لهم رأي مغتصب للأطفال رؤية مغتصب للأطفال ينكح مرة أخرى في جنات النعيم محاطا بحريات توجد فقط بغائطه عفوا بعقله ملحوظة شكرا بزاف نستيك عطيتنا هذه الفرصة وشكرا عزيزي شكرا لك شكرا لك شكرا لك 80 99 69 81 80 80 40 40 80 80 80 تعودت 80 بزاف فخونا دابا واللول اذا سنسميه الفرج الاوروبي لننقل عليه الفرج الاوروبي عنده 80 سيبو اذا الفرج الاوروبي ودابا اللول الفرج الاوروبي هو اللي ياخد 500 دراما اخويا اوكي نشوفوا شو اللي غياخدها ولا ما زال لدينا مشتنكات اخرى فغديندوزو انا اوكي بعد التحية اسمحوا لي انه راسلكم ولكن اخوي انت بصفت لي روابط فيديل الفيسبوك مشاركتي في هذا المسابقة ليست بغرض المال بقدر ما اسعى لإيصال افكاري لأكبر عدد من الناس انا طبيب انا طبيب قبل ما نقول لمدينة هواية الكتاب والتأليف والقد سبق علي تأليف كتاب ولم ينشر بسبب الابواب الموسادة تحياتي هذا طبيب الاخوان فاللي خصوشي شهادة ديال مرادية ولا شي لعبة ديال ضعف ديال الكلاوي بشي يفطر رمدان فهو مع نصي الطبيب ديال نغ عندي غير روابط ديال الفيسبوك حطلية ما حطش لي شي حاجة مكتوبة فما عرفت شنو كين فهات الروابط نديرو طليلق ومنقرأوا واحد روابط من الروابط بش ما يتقلقش الطبيب ديالنا وما يعطيش هذا التواحد ودبا تكتبوا لي الارقام الاخوان وحنا ما زال راسا في سلاة الارقام دبا نديرو مشاركة جديدة راها تشعل جملة نحمل سربوها دياليوتيوب في الدكالاج مقود الحياة محطات ومراحل من بين المراحل التي مررت بها مرحلة للإلحاد كتبت فيها ما شاء الله أن أكتب اليوم وأنا أعود لتلك الكتابات تسألت هل أمحوها أم أنشرها أنشر ما بها من كفر في الحقيقة حتى وإن غادرنا المحطات فهي لا تغادرنا بل إنها تغدو جزءا من كياننا يصنع وعينا أو تخلفنا ولا معنى لما وصلت إليه اليوم بدون ما مررت به الأمس بدون ذلك تلك الكتابات والأفكار هل تؤمن بوجود الله السؤال فخ سأل القاضي المتهم لماذا قطعت رجل الضحية بعد أن قتلته فنفي المتهم قطعه لرجل الضحية بما يثبت عليه تهمة القتل لأن السؤال في أصله ملغوم حينما تسأل شخصا عن وجود الله تكون قد نجحت في أسوأ الحالات في جعله يتسلل لمصرح الوجود فإن لقيت القبول فهو اعتراف وإدعان وإن لقيت الرفض فهو مجرد نكران وجهود وفي كلتا الحالتين فإن فكرة الله تكون قد فرضت نفسها عتيشنا ندير الإخوة لأن هذه منشورات فيسبوكية فمن الأحسن نعطيكم الرابط وإنتم إلا بغيت وتمشي وتمو وتقرأوا ذلك شيء في خاطركم قرأواه لأن تجي شوية بحل تجيكم شوية تقيلة إن أبقيت تنقرأ لكم منشورات فيسبوكية فهو الرابط معاكم أقرأوا ثم واحد قال لي يرجع للبالتوك زع ما يكون تسرح وش البالتوك صافي خدم زيان عندك تديروا لنا مشكل مشي وتمو وتاني وللقاوا الروم مروونه صافي تقدز عمل بالبال وش تقد يرجع للبالتوك وتنسولك وش تقد وتقول لي يرجع للبالتوك ما فهمتش تقد وي أوكي أنا نشوف نشوف هذا تقد عندكم بديك هلا أزرب بكم توم ما صعيب نتفهم معكم أوكي باللاتي أنا نحاول الرجعة صديقي ها باللاتي تاق 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 صبروا معنا لإخوان رك عارفين الصلاع يمجعروا معدنك ينذيروا الإخوان نتما يعود ما يعطيونا التقار يخليونا تنتعدبو في الدنيا ويمشيوين كحومة من بعد لاوالو وسيحرمو على لنا الدنيا وآخير سوف نتعدبو وإعطيونا التقار سوف تستفيد وقع أوكي هنال حيث البارتوك من هنا أوكي أنا ندر تجربة إلا ما خدمت سوف أرجع معكم الإخوان لماذا تحب هذي صراحة ماذا يا صاحب أستطني المسلمين لا يعرفون القرآن أمي وأمك وكل ما حرفوش يا قرآن كستطني إما الباقي كل دايوثين يعني 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 يكذبوا يسمى المعاريض كذبة بيضة وكذبة سودة من صغر يقولوا أعمل تقية ما تسمعوني ما تسمعوني تعليم good boyce أوكي يعني يعني وش تحل المشكل وش تحل المشكل صابي سيبو تحل أوكي السلام أخويا وعليكم السلام ورحمة الله أخويا أخويا مسكين قال غير أخويا تعطر تولي لا لا هذا من الجماعة عملا قيد أول وصافي لا غايد ديروا أنتم ما دخلت أدمين أوكي أنا عندي الكامير سبوا واحد دقائق ثلاث أوكي سيبوا أوكي سيبوا سافي تنظر أن راحنا مزيانين دابا غير الإخوان واحد القضية أي واحد من الأدامين تهاكل وماشي تهاكل ما كين شي حاجز مثال هاكل كين واحد صلعوم يخدم في البالتوك هو اللي تياخد الباسورد وتياخد فوالا وتياخد لك الباسورد وتياخد لك السيكوريتي اللي ديراتي ياخدها ما كين لا هاك لاتشي حاجزة ما كيناش لا هاك ما كينش ما كينش لا هاك اللي تيجي تيقول لك اللاور انتاور البيسي ديالك هات يخوّر ما فاهموالو أنا دوو استدلية متكاملة مع الأدامين ديال أمريكان ديال البال تنهضر معهم وداروا تحقيقوا وفهمت قاعدك شي كيفاش خدام اوكي را يلوقع لكم هاد المشكلة هادا خاصكم تعربطو عليهم خاصكم تعربطو عليهم ودكولو لهم باننا را الخدمة من داخل البالتوك باش يديروا انفيستيغاسيو ويقلبو ويلقاوش كل يدير المشكل داروري تديروا هات القادية هاتي أنا را الكنت ديالي را تلتياموا وحابسينوا تديروا انفيستيغاسيو لنخسومي خرجوا هاداك اللي خرجوا هاداك معمرهم غادي يعتارفوا باننا را البالتوك اللي داراتش هاتي انساوه أنا يجيوا عندك يقولون لك آه را واحد سيد خدم معنا را هو وود الحرام اللي دارات معمرهم غايد ديروها ولكن على الأقل غيباش تسيكوريزي الكنت ديالكتر تسيتو هذا مكان فحاولوا تبقوا معاهم وهدي هي المعاناة اللي تنعانيوا مع الناس هادو مع ناكين ديرو يعني بنا هادم زومبي ديال الولاء والباراة هادوه الزومبي ديال الولاء والباراة تفرجتو كاملين في ووكين داد وراهم هادوك زومبي ما تشوف تشي حاجة عقلوه ما خدامش عقلوه تيعرف غالبغرير والرغايف والمحمصة وغادي ما مات ويلو ما تضربش فيه قاعده وغادي زومبي خدام فغايلقا فيك الخدمة غايدربك ما ما تتنقشوش فيها سيبو غادي نكملوه الاخوان ضيعتو بزاف ديال المواهب كمانا واحد طبيب واحد طبيب الاخوان توت يعطي شوهة طبيعا اللي ضره شي حاجة اللي يخصو قوي البات اللي باغي يشحط رمدان فكل شي كاين هادو عايز ما نطير فيهم هادو ديمة يرجع مع اسكي ديال الله غادي ، منالهم غادي نكملوه من البعض خونا الطبيب من البعض خونا الطبيب كان معنق واحد الاخه هادو جديد اه لابد لي تشح كفر في هادو شي هذا ما كل مهم لكن آخر مرة شوف الإخوان أي إبداع خس يكون فيه وخه غير يحتشحمه في الشاقور ديال الكفر ريحتشحمه في الشاقور ديال الكفر رحيت اليوم الحلقة الأولى وبنادم ما زلتها يخوي الفرج الوردي الأوروبي واللي عنده 80 نقطة دابق يعني دابق من 500 درهم الفرج الأوروبي ساوي 500 درهم ودابق واللي كين الفرج الأوروبي احنا طرنا الشيء ها هو ما الهجوه ما رجعه وتاني والله إلا الواحد فمشي يبقى غير مرتاح مسكين معكم في اليوتوب وتندفع عليكم كبير وتنمشي للبال وفي الأخر ها انتهاشوا ها انتم ما تتشوفوا ها انتم علاش علاش أخو ما نبقاش معاكم هنا ونصبر على اله نصبر على الدكالاج ديالكم أخويا ونبقى صابر معاكم أخويا وفي هولف الأين أخويا وانتم مرتاحين تاتي يجيوه تدير للك الطاق مشاغ اوكي إذا سنكملوها لأخوان فواحد الأخ هنا صيفته واحد القيصة لا أدري يعني ما تتبنش لي فيها شي حاجة ديال هنبقى معاكم أخويا والله لا دي ما راجعنا للبالة ونبقى معاكم أنا فكينا نوعد وعد القيصة ما فيها شي كفر ولكن ندوزوها مشي مشكل ولكن آخر مرة متعودوهاش بعد عدة أسابيع من المناوشات بيني وبين قطة المجنونة قررت أن أتخلى عنها وأن أرميها للشارع بعد أن اكتشفت أنها حامل من رفيقها العفن ذو العين الواحدة الذي كان يتربص بها وربما كان قد أغراها بقطعة من الجبن أو لحم متعفن في ليلة موحشة مقابل معاشرتها نعم أنا أراهن بكل ما لدي على أن قطتي أفضع حيوان على الإطلاق لأنها تبولت على فراشي وفي كل زوايا الغرف إضافة أنها قد فسخت العقد الذي يجمعني بها فالأكل والشرب في مقابل أن تقتل فأرين في الشهر لكنها خانت العهد ولم تقتل حتى صرصورا صغيرا بعد أن تخليت عنها لم أعد أشعر بتأنيب ضميري فهي على الأقل لا تدفع لي إيجار الكراء في آخر الشهر ربما هي تستحق هذا التشرد الذي تعيش فيه أتمنى لها حياة سعيدة مع رفيقها وباقي صغارها يا سلام فأعدنا القصة الصغيرة أشدرنا فيها الإخوان القصة الصغيرة دي بو القطة الصغيرة دي لها دخولنا قل لك أفضع وحيوان على وجنة فالقطة الصغيرة شحال تعطيوها نري عندكم دي كالاجة صح في دي الأربعة دقائق جاتي نحيضوا البالينة ترتق كل مرة ندروش حنا نكريه وقاع روم حنا يا كريه تروم قاع حنا نكريه وروم كامل حنا يا كريه وروم نو هاتي دي جا كاين هذا نسيبوه ماشي مشكلة القطة الصغيرة بنت ليا ما جابتش بزاف تيبانو ليا عربعين خمستاش عشراء تلاتين تلاتين عشراء صافي نساو 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 ما خصناش ما 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 توصلش لثمانين باقي الفرج الورضي الاوروبي واللي ربح صافي سيبو 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 سيس قد حامض يا اوكي سيبو سمحنا امو أخويا امو أبو هوريرا ما 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 استقتيش اوكي هدخونا داير اهلا اخويا نوستيك كنتمنى تكون في احسن حال هاد تراك في ساوند كلاود هو اللي بغي نشارك بيه في المسابق اوكي شنو هدش يا ادخو خزابلات الهية ولكن طويلة جش عندك صديقي 18 دقيقة ندوزها انا في اللايف بزر سمعوا واحد جش دقيقة لي اخوان سمعوا الناس وسمعوا سمعوني راني غادي نخطب انا موسى انا الرسول الرسول لي الله الله في السماء واحتى الملائكة الى ما امنتوش غادي ندخل الجهننام فيها 19 دين اللحوا الراس الله اعطاني الواسايا خزكم تبعوهم باش تنجحو في المتيحان قبلاتي حباس المرقة مصباح انت طيح علينا هالله الرسول الجهننام 19 ومالك اش بغيتي تسمع كواعي بقى الترابة ما زال ما وصلش الزمان ديالا وقل لنا بعد غاش كنا هو اعلى من الناس انا واه الاعلانتا وكا انا امالكم خبعتك سمعتوا سمعتوا في تلك اللحظات كان الله يستمع الى خطاب موسى فاشتد غضبوه وصعيره اوكي الاخوان انا احطيتكم الرابط ها هو ها هو الرابط فالبغيتوا تتبعوها ديو لكن بغينا النقاط ديالكم دابا النقاط تنقاط 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 الاخوان دابا اشحل شوفش قل لك ها دي بحل قبصة ديال قصة ديال موسى والخضر قاع الاصوات اللي كينين في هاد القصة كاملين من تمثيل ديالي هو اللي تيدير جميع الاصوات وادرا ديجا ابداع يعني ببوح دي اللي ريكورديت الاصوات كاملين وخايبال اللي كينين بززاف المبتلين اوكي يعني هو من الاصوات كاملة اوكي مقليد تقليد تربعة خمسين ستين تلاتين ربعين خمسين واخ عليك هامان واخ الحمض عشرين ربعين المهم النتيجة انه موصلش للفرج الاوروبي الوردي هدا وياك ما وصلش للفرج الاوروبي الوردي اذا سنساوه سيبو شكرا عزيزي انا صفت اعطيت اللي الاخوان باش تتبعوا انا نعود نعطيكم اللي اذا بغيتوا تتبعوا الاخ ديالنا ومسيرة موفقة عزيزي رعندوش حواج خرين في نفس الساوند كلاود اكاونت ها هو اوكي شكرا عزيزي اه المسابقة الجاية صديقي لانا طويلة امتيني انا انا ندير لها واحد تعلم انا اعلمها اوكي انا اعلمت هدا فغادي غادي ندوزها في المسابقة الجاية لانا سيناو بزاف طويلة اه صورة الازيفة اه نشت اوكي صافي اعلمتها صورة القوق صورة القوق لا صورة البرقوق هادي مسابقة مشاركة صورة البرقوق اه بلبس ما لغ بحل التوبة صورة البرقوق نشوف قد طلع صورة البرقوق صعيبة وقيلة بلبس ما لغ لك والقوق والبنقوق سرقهم محيم ذات من السوق جابهم لعويشة باغيش هيوة بحل ديال شميشة جوبات وعويشة هز قفتك وخرج علي اليوم ماشي نبت ره نوبة صفية هادي كتبها واحد الأخت هادي يعني كتبها صورة عندها علاقة بالقوق والبرقوق والكوزين هادي كتبها أخت هادي الكافرة الكافرة صارة بسمي يارس الكافرة صارة هادي 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 كوزينة والقوق واش توصل لفرج الوردي الأوروبي ولا ولا حيث هي الكوزينة والبرقوق والقوق ما توصلش للفرج الأوروبي الوردي اللي جاي بـ 80 80 مهم 20 70 100 90 60 60 60 60 60 40 30 وستشارك مع المغربة وستكتب القصائد ويأتي واحد غاب ويديه لك 90 80 80 90 90 بزاف إذن القوق والبرقوق 90 90 90 90 ها بصورة القوق والبرقوق هاي طلعت إذا القوق والبرقوق حيث المغربي عزيز عليه كرشو وعزيز عليه الكوزينة وعزيز عليه التغمس فاسمح في الفرج الأوروبي الوردي واختار القوق والبرقوق إذا القوق والبرقوق هاي اللي رابحها غندوزو الخطو التالي موسيقى هذا مصيفة طواله مصيفة لي غير غسالة متنبي موجودة مولانا الإمام هذا ثاني كتب لي سير الإنستغرام ديالي واش انت أحمقه شد شي حاجة من عندك زوينة من الإنستغرام مكتوبة ولا مسموعة ولو حاليا صاحبي واش أنا قنقلب هنا في المباشر في الإنستغرام ما لهذا هذا مصيفة آه أكيد أعتادر آه مصيفة لي علم الفالك وقال لي أعتادر هذا عرفت مكتوب بسمه لا يوجد شي مشكلة عزيزي مقبول العتادر ديالك آه سننتج آه ثاني مصيفة لي واحد تصور واش هذا هو حماقه آه هذا مصيفة قصيدة بالداريجة آه السلام خويا نستيك هذا شي استوراق دغيس ربكتهم إلا كانوا دول المستوى غير مسح هذا الإيميل واش تشوف التواضع صعبي شو التواضع هتو من لي الشي هادو ومن لي تديروا أشياء أزوينة هو دك الإنسان اللي تكون متواضع يعني من اللي والتي يقول لك شوف راه أخويا أنت راه هاي لبلك هادي غير حيدة يعني تكون متواضع أنا رابح خمسمية الدرامو ستلقى أتي خربك فإذا هاد سيد هذا قال لك سيدي مسلم مغربي يشكو كافر مغربي إلى ربيه تتشكمني أنا هادي خصصة شو يدي الريفر بعدي ضرورية آلو آلو ربي وفي نصات وفي الرقم خبي الكفار خار ينعلينا ضحك وانت مكينش هنا بيل لنا عجائب قدرتك باش قلوبنا تهننا بغينا الخدمة في نوستيك ولتلقاه في راس الكفر بغيناك تكحله وجهوه وتفرق عليه الضبر رسموك في تسود وجوه قلنا هانية وهما يرسموا السيمو في ميدات الأنبياء إلا السيمو إلا حبيبي الغاسل المصطفى واللي تفين ما يشوفني شي كافري تشفى وأربي وأدير معانا شي حاجة وأربي آلو 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 الرقم الذي تطلبونه غير موجود طيات تقطع الخط هذي زوين هذي يا صديقي لماذا تقول بي أنها ماشي مزيانة أنا بنت ليا مزيانة أوكي أشدرناها الأخوان النقاط أنا بنت ليا مزيانة يستاهل على الأقل يستاهل قيمة الفرج الوردي الأوروبي آه أوكي أوكي كينا ميا بزاف وكينا خمسة وتعين بزاف لن يمزل قيمة الفرج الوردي الأوروبي وكينا مزيانة أنا أدخل آلو أوكي أمزل آلو 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 وكينا بزاف إلى الوردي الأوروبي وكينا بزاف وكينا بزاف ما ذكرنا هنا؟ ألفت أغنية وكينا نتقابل لدي الرابط الميل في الصوتية في حال شي حد كان مهتم يعرف النوتس ولا نصف تليه تشيتس أوه سيده داز عم فاهم في شك شيت الموسيقى ممكن تشارك الحساب ما كان ديرش معلوماتيش شخصية وباللاتي أمقوا نشاركو في الحساب ونديرو لك البنادر والإشار ودكشيو حنا ما سمعناش نسمعو اياك الأخوان نشوفو بعدا نسمعو الموسيقى ونتأكدووش دكشي مزيان هذا نفرقو الإشارات سير على بركتي الله هي موساقه تإلقاؤهم فنو مغار بقا ما عنده بتتقافة البيانو يبغي تدربوك هاي و هاي ما عندهمش مع هاتشي ما عندهمش مع الفن الرافير اوكي فا سيبو سيبو اذا المهم انا اعطيكم المعلومات اللي عزيز عليه البيانو اه هاتشي ما عندوش علاقة بالكوفر اذا ما غادش يدخل في الحساب ها هو الرابط ديالوه الاخوان ديال الفيس اه للاسف ما داخلش في بسميتو ما داخلش في ابداعات الكوفرية فشكرا على الموسيقى عزيزي وخارك عارف المغاربة مرايقية ما يعجبه مش اوكي غادي اندوزو المشاركة القادمة عندنا عندنا اوه هادي اخت هادي عزيز عليا والله لا تنموت على البنات للتي سيفطوا لاتبداعات الكوفريات انتوفى عليهم كي ابنت بصفتي شي ابداع كوفري اامايزين يا صعبي والله العادي لειنا قلال اولا انه ها دعو ثانيا من هشام كنت قد باعتت لك برسالة على الخاص منذ فترة باللغة الفرنسية لم أكن أنا ذاك أتقل العربية وكنت أشك في قدراتي هذه كما كانت تتعرف العربية كتبت قصيدة ولكن اكتشفت مؤخرا موهبتي في كتابة شعر بالعربية هذه بحل ذاك خونة للتعلم السريانية في جو السيمانة أود المشاركة في المسابقة بالطبع لا أرغب في الحصول على الجائزة شوف شوف التواضع أرغب فقط في التعبير عن موقفي من الدين الإسلامي الذي خرب ولا زال يخرب عقول شعوبنا أعرى برعا نشوفها القصيدة أبالي يا شي حاجة مجيانة نشوف لا تندروا لها الإفة وذلك شي ونقعدوها نقعدو المشائل ألو 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 ننتأهب شي واحد ما نلقاش سرقوا منا الأمان والأمان أوهمونا أن دينهم سيد الأديان وأن الدين عند الله الإسلام حفظونا من السنن والقرآن وضيعوا مناهج العقل والبرهان كيف أؤمن بدين يُحرِّض على الدبح والقتال يُبيح سبي النساء وبيع الإيماء والأطفال كيف أؤمن بدين يكيل بألف مكيال يُعطي للأنثى نصف إرث والضعف للذكور والفتيان كيف أؤمن بدين يقول عني ناقصة عقل وشهادتي زور وبهتان أُحِلَّ للرجل من الإناث بدل الواحد اثنثان ثم اثنتان ومن ملك اليمين ما شاء العزيز المنان كيف أؤمن بدين وعد الذكور بالحور الحسان وجنات عدن وغلمان وأرائك من لؤلؤ ومرجان وأنهار خمور وخلجان كيف أؤمن بدين جعلني بضاعة تُباع في الأسواق تقطع صلاة الناسك والأفاق لن أؤمن بدين لن أؤمن بدين لا يحفظ كرامتي يحض على إهانتي بالضرب والإمحاق لن أؤمن بدين لا إنسانية له ولا أخلاق أنا جاني أتشيزوين الأخوان وما جاني زازلوز يعني خاصة هذه خاصة تكون كتر من الفرج الأوروبي الوردي والبرقوق ومن آلو آلو ولكن هذا غير رأي مهمتما للجنة التحكيم مهمتما بانوا لي ميو عشرين بانوا لي ميتين بانتليا مياه بانتليا ميو عشر بكم رأي ماشي تنظرو هنا يتنصوب المقانة ديال الضو واحد ميو عشر واحد ميو عشرين ميو عشر ميو عشر واحد ميتين وعشرين ميتين ميتين وعشرين رأي ماشي المقانة ديال الضو رأي تحكيم ميو عشر ميو عشرين ما زال ميو عشر ميو عشرين ميتين وخمسين ميتين اوكي بنت ليا مية وعشرين بزاف اذا نخطنا مية وعشرين سنسميها مولة الفرنسي قلت لك لا تعرفش العربية هاتشي كامل لا تعرفش العربية مولة الفرنسي هي اللي عندها مية وعشرين دابق عندها مية وعشرين وسندوزو الى الابداع القادم تلوي عنوان كاتبة بويم كوفري يعني خالوطة سلام هشام بدون ذكر الاسم عزيزي هاد الاية كانت ديمك تشكل لي معضيلة ودابا كانت ترجمها وكانت حك دابا هادا جا ترجم لنا القرقان الى بغينا انك حوشي عربية مشي مرازع ما عربية يعني فيلاج عربية قرية عشتدك اية ديال سورة الاسراء ديال امرنا مطر فيها ان يفسدوا فيها فحق عليهم الى بغينا انك حوشي عربية كنقولوا الهاي كلاس ديالها هانية خدوا راحتكم وهما كيخربوها مو بيقات وفساد صافي كيقعودوها ونفرق عودين مماذيك البلاد صافي قال لك اللي كاتب هاد الاية هو الماكر القوى ما عارفش ما تنظنش انه يوصل لها دوخة ما يقدرش وقاله وصلت الفرج الوردي الاوروبي تنظن ياك يعني بلا بلا من ديرو التنقية وقاله اكزاكتلي تتبن ناقصة شوية ياك ما توصلش المية وعشرين ديال اختنا صاف Linda there mismo هачي اللي يبلز اه اوكي اوكي اعننا مشاركة ديالخول او تاني هادي Format اا تنظن غادي كونه وقاله وقاله غادي كون تكون المنافسة شديدة بينجوش ديالاخوات لينا تتبليها هاد القصيدة زيونا الاخوان من أخت كذلك أخت كافرة مباركة تهي تتغضر مع الله فنشوفه وتنظن غادي تكون المنافسة شديدة ما بينهو ما بين تمولات الفرنسي فهدي تكون آخر مشاركة الإخوان إذن هدي بحالة تقولي هي الفينال فانتو ما غادي تقولوا لي ما عارش انت يا ربك انت يا عيت ما نحيدك من هنا وتترجع والله ما عارس كيف تدير ليه نديروا المحسينة المؤثرة الصوتية فعدنا جوج الأخوات في الفينال جوج دي الأخوات اللي تخاطبوا الحيوى والحمق حيزيقي هذه كذلك تتخاطب الحيوى والحمق حيزيقي بقصيدة شيع الحر فتتقول لا يا إلهي فأنا لست فتنة لست عورة ولست نجاسة ولم أخلق من ضلع الرجل الأيسر الأعوج لست سفيهة لأمنع من السفر دون الرجل لست من تأتي على هيئة الشيطان لأذكر في منزلة الكلب الأسود والحمار لست ناقصة عقل ودين حتى لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة وحتى يهلك الرجال لطاعة لا يا إلهي فحين أمتنع عن مضاجعة الرجل لا تلعنني الملائكة إنها عقليته وحدها من تلعنني لأنه بكل بساطة اتبع أوامر إله عنصري أجبني فضلا بأي صفة علي أن أسجد للرجل سؤال آخر من يكون هذا الرجل لتعادل شهادته شهادة امرأتين تأمل أخيرا من سيادته لتختلف أحكام الإرث بيننا لا أوافق لا أستوعب لا أستوعب كيف أن الفوارق البيولوجية البسيطة بيننا التي كان الأولى بها أن تحقق التكامل بيننا جعل منها إله مثلك حاجزا وحدا أحمر منعته حتى مجرد أن يصافحني أنا إنسان الإنسان أنا الأنت الأنت إنسان لا تحتاج يوما عالميا لحقوقها بقدر ما تنادي إلهها أن يحررها من الأفكار المظلمة التي رسختها عقيدته في شريعته أنا إنسان فأين التكريم الذي يحمله الشيوخ كشعارات يرددونها عقب كل صلاة أنا شخصيا لا أريد أن أضطر عليكم بنت لي القصيدة زوينة ولكن ما وصلش للقصيدة للأخرى تجب اللي الأخرى كان فيها القافية أحسن هذا الشي اللي بلية أنا يعني هذه شوية يعني فوالا بنت لي أنا أمبغيش أن أضطر عليكم ولكن تي بلية ديال الفرنسي زايدة شوية نغزل لأن فيها القافية مقدم زيان هذين قدرون نقوله بحل نثرية أكثر يعني فيها النثر الشعر قل شوية قليلة من ناحية الشعرية زايدة شوية في الروز قال لك أمان ما يوصلش للفرش الأوروبي لا تنظن فايت الفرش الوردي الأوروبي ولكن ما وصلش لمولات الفرنسي مو هذا رأيي فإذا هنا غادي نحب سؤال إخوان الفائزة بالمسابقة اليوم Atheists got talent المواهب الكفرية ديال الحلقة الأولى ديال اليوم هي الأخت مونات الفرنسي قصيدتها الرائعة غادي ننشرها ربما في الفيسبوك يعني نعرف بالفائز فشكرا للكل الناس اللي تابعوا سواء على البالتوك أو على اليوتيوب كانت هذه أول حلقة سبت جاي غادي نديروا حلقة جديدة ديال المواهب وصفتوا الإبداعات ديالكم البريد الإلكتروني مواهب كفرية at gmail.com ديجا عندي بزاف غادي نكمله من قديمة غادي بالترتيب فشكرا للجميع ونشوفكم مرة القادمة إن شاءت الأقدار الحمقى تحياتي 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 تحياتي